اهلا بكم في فيديو جديد والتاتورية الجديد عن التليبرتاشن افكت التليبرتاشن افكت دي مشهورة جدا في افلام اكسمن او في اللي هو الشخصية بتاعة نايت كراولر اللي هو بيروح من حتة ويختفي في الحتة تانية ويعني بيتنقل من حتة لحتة بافكت كده مشهور جدا في افلام اكسمن وفي كزا يوتيوبر مشهورين منهم بيتر ميكينن مثلا بيستخدمه في الفيلوغز بتاعته فخلينا بدون نكلم كتير نروح نشوف الفيديو ونروح على دفينشي ريزالف اول حاجة بتشوفوها طبعا متفتح دفينشي ريزولف هي البروجيكت مانجر او الصفحة بتاعت البروجيكت وهنا ما عملت اردي نيو فولدر وعملت فيه برويكت جديد بتدوس على نيو برويكت هنا وتفتحوا برويكت او دوسوا دابل كليك على برويكت لو في برويكت قبلها دابل كليك على برويكت ده يفتح لنا برويكت طبعا ما كنت حطت فيه الفايلز وكل حاجة مادئيا كده اول حاجة تشوفوها طبعا ميديا بول هنا لو مش عندكم فتحوا كده ممكن تعملوا دراج ان دروب بس انا طبعا عملت دراج ان دروب خلاص خطت الحاجات من فولدر هنا سوري اه وحطتهم في الميديا بول دي كل الحاجات اللي احنا هنحتاجها اول حاجة هنحتاج التريل سوش دي اللي هي الافكت بتاع الصوت بتاع الحركة يعني الصوت بتاع الافكت نفسه وهنحتاج برضو حاجة اسمها شوك ويف دي التريل سوش ودي الشوك ويف دي اللي هي الافكت اللي هو بتاع الدخان اللي بيطلع ده هم زي ما تشايفين وده واحد تاني برضو حاجة مختلفة شوية ممكن اسأل لكم الانكات اللي الحاجات دي في الدسكريبشن تحت ممكن تروح وتداد دولود الحاجات دي من الدسكريبشن هم اتنين مختلفين احنا هنستعمل اي واحدة فيهم او نستعمل الاثنين وهنحتاج لبرضو الفيديو كليب بتاعنا ده انا وواحد صاحبي كنا عميينو فوق سطوح عنده ممكن ناخد اول فيديو ده نحطه على اه سوري محتاجين كمان اه حاجة اسمها background او حاجة يعني background فاضية حاجة تكون background بتاعتنا من غير اي حد من غير احد فيها هناخد الفيديو بتاعنا نحطه على track two تماما نحط الصورة العادية بتاعتنا على track one قبلها يعني ده background واحنا عندنا فش ازا نعمل stretching دلوقتي احنا كده كده مش محتاجين قوي ناخد بس الحتة اللي احنا محتاجينها في فيديو ممكن نشيل ال audio عشان احنا مش محتاجينه برضو نعمل on link على الطريق ان احنا نعمل right click on link clips بعدين ندوس ripple cut او ندوس على وبعد ان ما عملنا cut للحتة اللي احنا محتاجينها بس اول حتة عندنا هي الحتة اللي صاحبي اسمه حسان برضو نحط ناخد اللقطة اللي هو بيختفي فيها كده الورا ونعمل select clip نعمل control بي عشان نعمل cut للكليب ده وبعدين ناخد cut تانية في الحتة اللي هو خلاص بيختفي فيها او بيرجع بيبدل بقى العماكن معي وناخد الحتة اللي احنا بدلنا فيها العماكن دي بعدين انا هعمل هو هيقعد الحسام هيقعد وانا هنط النطة اللي هي النزلة بس اللي انا بغزل فيها اهم ناخد الجزء ده كده نعمل ripple cut او نعمل هي نشيل الجزء اللي احنا نشيل نعم طريقين احنا ندوس shift و backspace عشان يرجع نفس الوقت تمام بعدين هناخد cut بتاعتنا كده كده اول ما هو اختفى القط بقى ظهرت ناخد المساحة بس نخلي فيه مساحة فى النص عشان كأننا اختفينا ورجعنا فى اماكن تانية تمام كده خلاص وهنا ال effect بتاعنا خلاص اوكي بعدين نشيل ده ممكن نعمل برضو نصغر الصورة او background بتاعتنا على قد الكليب بس كده هنا اختفينا وظهرنا تانية تمام فى اللحظة دي بقى هنحط بتاعنا هنا اللي هو ممكن برضو ان احنا نغير tracks بتاعتنا نخليها برضو wave form عشان نشوف عطلين هندوس على العلامة دي عشان نشوف بس wave form بتاعنا بدأ امتى وخلاص امتى ممكن نعمل cut هنا كده عشان نعمل نشيل الحتة اللي مش لازم مش لازمة دي مش مهم يعني ونعمل fade in و fade out كده عشان يخلي ال effect يعني على اكتر حاجة مزبوطة اوكي نصغر ده ونقبر ده شوية track ده نبدر ال effect بتاعنا شوية كوية زي ما نشوفين كده يعني بدأت الموضوع ياخد shape نحط الشوك ويف بتاعنا او effect الصورة او layer اللي هنحطها فوق الحاجات بتاعتنا كلها طبعا زي ما نشوفين background بتاعتها سودة ممكن احنا نعمل اه حاجة اسمها composite mode عن طريق نحن نفتح ال inspector ونعمل select composite mode عايزينه يبقى soft light او subtract subtract كان كويس soft light هيخليه مختلف شوية يخليه الجزء ده هو اللي ابيض والعكس ي darken background بعدين نحاول ان احنا نعمل positioning لل effect بتاعنا ثم احنا نحتاجين لل shock wave التاني عشان انا برضو هاختفي في الجزء ده نعمله نفس الكلام composite mode وبعدين نعمل subtract كده ما عندنا الاثنين effects بتاعنا بس الاثنين وفوق بعض فاحنا محتاجين positioning على المكان اللي احنا عايزين فممكن نلعب في zoom والposition هنا تمام y axis وننزله على مكان الكرسي مثلا اللي انا كنت قاعد عليه زي ما نشايفين كده بدأت ان انا احنا اتنين نختفي ممكن احنا برضو نعمل زي نصغر ال effect بتاعنا بتاع الشوك ويف ده على المكان اللي احنا عايزينه بس كده زي ما انتو شايفين يعني ال effect بس اختفت طريقة مش مش حلوة او اختفها على طول احنا ممكن نحنا نكبر شوية view بتاعنا ونعمل العلامة دي كده نعمل feed in و feed out ممكن feed in مش مهمة اوي هو كويس يعني feed out بس هو اللي محتاج نعمله نفس الكلام هنعمله في التراك التاني في برضو طريقة ممكن احنا نحط هنا cross dissolve هنوصل لاخر clip كده وندوس على right click بعدين نadd six frame cross dissolve ممكن نكبر برضو الشوك ويف دي شوية واحنا برضو داخلين على المكان برضو هنعمل نفس الكلام بس ممكن احنا نحط ctrl c بعدين نعمل ctrl v عشان نعمل paste للاوديو بتاعنا تمام بعدا ما عملنا paste للاوديو بتاعنا او نعكس الاوديو نفسه ف هندوس right click وبعدين نختار منها change clip speed وبعدين نعمل select reverse speed هنعمل negative 100 كده الكلب بتاعنا او الاوديو اتعكس او الاوديو اتعكس ممكن برضو ان احنا ناخد الاثنين دول copy كده ctrl c بعدين ctrl v بعدين برضو نعمل لهم reverse نفس الكلام برضو right click وبعدين change clip speed وبعدين reverse speed اوكي كده تقريبا بدأ الموضوع ياخد بس الفريمز بتاع الموضوع بتتقطع شوية عشان انا اشغال هنا 1080p 30 frames per second واللاوتو بتاعي مش هعرف عندي الموضوع وهو بيريكورد السكرين يعني real time play مش هيبقى حلو قوي ممكن اعمل export الوقتي واوريكوا طيب زي ما انتو شايفين دلوقتي كده الا الافكت بتاعنا طريبا ظاهر تمام جدا زي ما شايفين بردو هنا الافكت مختلف شوية او يعني مش مظبوط قوي بس لو لو ركزنا فيه شوية وعملناه يعني الافكت دلوقتي عامله معاكم كده في الريكوردنج فطبعا مش مظبوط قوي ده هو يعني برضو الى حد ما كويس وانا ممكن اقول ان هو كان محتاج شوية اه في الجزء اللي هو اللي هنا ده عشان عشان الافكت كان بطيق شوية اللي هي اللي احنا حطناها اللي هي كان بطيق شوية فخلى الافكت ابطأ وهو اصلا مفروض ان هو افكت سريع جدا اه فممكن احنا نعمل عشان نزبط الحاجات اللي في الاخر او بتاعنا وبس كده ده كان بتاع نايت كراولر يا رب يكون الايفكت عجبكم ولو انت كنت على انستجرام طبعا لكنت احاد مفيش صاحب يتصاحب عشان نخليه في روح كده في الموضوع شوية ولو اعجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك ولو حابين تشوفوا فيديوهات جديدة او فيديوهات جاية يريد تعملوا وتعملوا ده عشان يوصلوكو الفيديوهات اول باول ولو حابين تكتروحوا عليا فيديوهات جديدة ممكن تنزلوا تكتبولي في كومنز تحت او تبعتولي دي ام مع انستجرام واستروي الفيديو اللي جاي وسلام